على سيرة الصراعات الفنية الفنان بايومي فؤاد قال إن هو البطل الحقيقي لفيلم الإسكندراني إن الأب هو البطل في الأصل في الفيلم ده ده من وجهة نظر ميه الأم؟ بايومي فؤاد هو قال كده يعني إيه ده أبا اللي وجد يعني مش فاهم يعني هو بكر الإسكندراني في التريلر يعني قال إنه قسامة أنور وكاشا كتب الفيلم كده هو أسوزة أسمع الوعوكاشا كلمه يا أمي هو أسوزة يعني مش فاهم فيش حاجة اسمها كده وفيلم عندنا اقلتنا الإعلام قال لك من النهاردة اسكندرية لها كبير قال البقرة الاسكندرانية قال العلى الاسكندرانية البقرة الاسكندراني اللي هو الإبن النهاردة أسوس حليث يوسف لما أعلن عن الفيلم هو سورة مينة الي نزلت مع أسوس خالد سورة عوه دي سا الناس عارفة أنه في الفيلم بطولة مينة بطولة عوه دي الناس دخل إلى مينة يا أمين اللي عنده صراع؟ أنا عندي صراع ما تيجي تحدد البطل شوفي بكر اسكندراني صراعه مع مين؟ صراعه مع أبوه وصراعه مع ابن عمه المفروض أن في الصراع ده بقى هو الأستاذ بايني بيقول أن في الصراع ده الأب هو البطل أنا فاهمها ده ما أنا أقول لك من وجهة نظر الأم أكيد مش من وجهة نظر حد يا فبكر اسكندراني بيصارع أبوه وبيصارع أمر اللي بيحبها وبيثابته وبيصارع ابن عمه وبيصارع أهل الحتة اللي وفقوا على الجوازة فقرر ينتقل منهم كلهم بتعاون مع صاحبه وزاكي تمام؟ لكن علي الإسكندراني بيصارع مين؟ بصارع ابنه خمس صراعات قدام صراعه نين البطل وأنا وإحنا عم نتكلم النهاردة في نين البطل